دعا الكونغرس الامريكي الرئيس دوران ترامب إلى حضور جلسة استماع مرتبطة بالتحقيقات الجارية التي قد تؤدي إلى عزله من منصبه قال جيرولد نادلر النائب الديمقراطي ورئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب قال إن على ترامب المشاركة في جلسة الرابع من نيسمبر كانون الأول أو التوقف عن الشكوى من الإجراءات الحالية يتهم الديمقراطيون ترامب بالسعي لدفع الرئيس الأوكراني نحو إجراء تحقيق يستهدف نشاط ابن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن خلال تجمع حاشد في ولاية فلوريدا حمل الرئيس الأمريكي بشدة على الديمقراطيين متهما إياهم بمحاولة تمزيق الأمة على حد قوله الراديكاليون اليساريون الديمقراطيون يحاولون تمزيق أمتنا أولا كانت خدعة روسيا ومحاولة إسقاط فاشلة تمثل أكبر عملية احتيال في تاريخ بلادنا ثم كانت صفقة مولر ونتذكر تلك الفوضى التي خلقتها لم يحصلوا على شيء أمضوا عامين وأنفقوا خمسة وأربعين مليون دولار والتكلفة الحقيقية تضاعفت عدة مرات الآن يدفع نفس المجانين إلى مساءلة الإقالة إلى مطاردة الساحرات ترجمة نانسي قنقر